اهلا بكم بجدد الترحيب حضراتكم كل اللي بيتابه وتليفزيون اليوم السابع مع حضراتكم شروق واجبي كشفت الفنانة حلاشيحة من وقت بسيط عن تعرض الفنانة سهير البابلي لأزمة صحية من غير ما تقول أي تفاصيل تاني الموضوع بدأ بأن حلاشيحة نشرت صورة للفنانة سهير البابلي على حسابها الشخصي على انستجرام وقالت جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحجة سهير البابلي ادعو ليها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وسألكم الدعاء لها كان كمان حريس المخرج عمر زهران على انه يطمن جمهور النجمة سهير البابلي على حالتها الصحية بعد ما انتشر فيديو قديم لها من السنة اللي فاتت وهي بتحذر في جمهورها من فيروس ترونة طبعا بطريقتها الكوميديا المميزة كمان تشر زهران صورة قديمة بتجمعها مع الفنانة سهير البابلي على حسابه على فيسبوك وكتب على الصورة بطمن الجميع على النجمة كبيرة المعشوقة سهير البابلي هي بخير الحمد لله لكن كتر الاتصالات من جميع انحاء العالم العربي ومصر خلتها غير قادرة على الرد وقال كمان انها بتشكر جميع جماهرها على محبتهم وعلى اهتمامهم وربنا يزدها من فضله طبعا خليني اقول لحضراتكم انه انهالت التعليقات على الصورة بين جمهورها وعبروا عن اشتياقهم الكبير ليها بشكل كبير ولو رجعنا كمان بالزمن شوية انه سهير البابلي بدأت مساريتها الفنية بمعهد فنون المصرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت مع بعض واشتغلت في المصرح وقدمت مصرحية شمشون وجليلة ومصرحية سليمان الحلبي وشاركة بطولة مصرحية مدرسة المشاغبين طبعا مشان ننسى دورها العظيم فيها ونرجس وريا وسكينة طبعا وعلى الرصيف وبكيزة وزغلول كلها اعمال الحقيقة يعني اكتر من رائعة بالاضافة انها كمان قدمت حوالي 42 فيلم خلال مساريتها الفنية طيب خليني اقول لحضراتكم مرة تانية الخبر انه كشفت الفنانة حلشيحة من وقت بسيط عن تعرض الفنانة سهير البابلي لازمة صحية من غير ما تقول اي تفاصيل تانية الموضوع بدأ بان حلشيحة نشرت صورة للفنانة سهير البابلي على حسابها الشخصي على انستجرام وقالت جميلية الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحجة سهير البابلي ادعو ليها بالشفاء العاجل التام باذن الله واسألكم الدعاء يا رب يا رب تقوم بألف سلامة يا رب وترجع علينا كده وتبقى زي الفل خليني اقول لكم كمان انه كان حريس المخرج عمر زهران على انه يطمن جمهور النجمة سهير البابلي على حالتها الصحية بعد ما انتشر فيديو قديم ليها من السنة اللي فاتت وهي بتحذر فيه جمهورها من فيروس كورونا بطريقتها الكوميدية المميزة كمان نشر زهران صورة قديمة بتجمعه مع الفنانة سهير البابلي على حسابه على فيسبوك وكتب على الصورة بطمن الجميع على النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي هي بخير الحمد لله لكن كتر الاتصالات من جميع انحاء العالم العربي ومن مصر جعلتها غير قادرة على الرد قال كمان انها بتشكر جميع جماهرها على محبتهم واهتمامهم ربنا يزددها من فضله هني اقول لحضراتكم مرة تانية ان كل محبيها يعني انهالب منهم التعليقات على الصورة من جمهورها وعبروا عن اشتياؤهم الكبير لها لو رجعنا مرة تانية بالزمن وقلنا لكم اعمال يعني الفنانة الكبيرة طبعا سهير البابلي هنقول انه هي ابتدت مسيراتها الفنية بمعهد الفنون المصرحية ومعهد الموسيقى مع بعض واشتغلت في المصرح وقدمت مصرحية شمشون وجليلة ومصرحية سليمان الحلبي وكمان شاركت فيه بطولة مصرحية بمدرستان وشغبيل ونرجس وريا وسكينة وعلى الرصيف وكمان بكيزة وزرليول وعمرنا طبعا ما هننسى ادوارها الجميلة دي كلها اللي اتحفرت فيه مخيلتنا جميعا بالاضافة كمان انها قدمت حوالي 42 فيلم خلال مسيرتها الفنية خلينا اقول لحضركم انه طبعا قصر التلفزيون يوم السابع بتتمنى لها الشفاء العاجل وتقول لنا بالسلامة يا رب وهنوافي حضركم اكيد بكل جديد شكرا ليكم كل متابعة تلفزيون اليوم السابع كنت مع حضركم شروق وجدي والى اللقاء